ليه اتأخر حسم أمر عبدالله السعيد كل الوقت ده عملياً إيه اللي جرى الإنسان بيحب المال حباً جماً طبيعياً فده شيء طبيعي وما تقدرش تحجر على طموح إنسان يعني هو كان طلب رقم عالي والنادي كان بيفتر بيضبر كنت بتعمله إيه سعيد لا هو عنده أنا بتكلم على السؤال بتحديده ليه اتأخرت ففيه سراع ما بين إن أنا عايز من وجهة نظري أقامل مستقبالي كلعيب عندي فرصة إن أنا يعني كان المفاوضات مستمرة مفاوضات مستمرة على طول طبعاً ابتدت إمتى المفاوضات مع عبدالله السعيد لا من فترة بس هي طبعاً إحنا أنا باعترف إن فيه خطأ حصل وهو إن إحنا اتأخرنا في عملية التجديد لعبدالله وفتي ده كان خطأ إداي في فضوالكو ستشور مثلاً في فضوالكو لا كان لازم يتم هذا الكلام من سنة من سنة لأن الوقت ده بيبقى فيه ضغوط بتزيد والعروض بتزيد والفرص بتختلف فالأمور كان مفروض تحسم من بدري بدري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر